السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم تكون بأحوال جيدة إن شاء الله الموضوع ديال هاد الفيديو كي تكلم على حالة تبغي تتلع عليك في راسك تبقى صالاغية وعندك مشروع في راسك وعندك دي كمبيتونس وكتقول علش اللي من ديشتاينا ان انتخوا بخيز ديالي ومقاب شوية بشوية كيما راكم عارفين في فرنسا ولا فيما مشيتي ما كينام حسن من تخدم على راسك تبدأ بشوية بشوية تدير محل ديالك سوى محل ديال بيعشرة سوى محل اقتزانال مثلا عندك مع البولانجغي تدير غزار تدير حلاق او لنا مهم شوز موهما تنظر تنظر بالمذاكر كل شي يقدر يدير هنا في فرنسا عندك ورقاتك تدير في فرنسا ان انتروبخيز ما عندك شو ورقاتك الجزائريين فقط عندهم الحق يديروا ميكرو انتروبخيز بالجواز الصفر المهم كيفاش بغيتي تدير هاد المشروع لازي طب اللي خصكم اللي خسن عملوهم لازي طب الفرنسا معروفة بالوراق وعزيز عليهم الوراق لازي طب انحاول نقلهم باقتصار اللي هي اولا بيزنس بلون خسكوا هاد الموديل مل احسن شوفوا ان كونتابل يدلكم هادشي وترتاحوا او لا اذا مشيتوا عن طريق بول ام بلوا مثلا انا مشيت عن بول ام بلوا وكنت خدموا عندي الشوماج كمشي كنقول لهم يعطوني دك الشوماج على جزي مرات باكزوم عندي عام دي الشوماج غد تاخد خمس شهر دي الشوماج غيطو هالك فلوس ومبعد يزيدوك خمس شهر اخرى دي الشوماج دي الشوماج دي الشوماج هاد المساعدة دي الفرنسا معروفة على دي فرسمان تعطوك الفلوس ديالك المتبقي من الدروات ديال الشوماج فهذا الحالة غير رزقك حالة التانية هادك فرنس تخفى حالة التانية هاد المساعدة مع دي الشركة كتعاون الناس اللي بغو يديرو شركة كتعاونهم وكتعطيكم سالف يعني واحد القرد يوصل حتى العشرة لاف اورو الدولة كذلك كتعطي المساعدة بالنسبة للناس اللي بدأوا جداد يديرو شركة ديالهم كتوصل خمسة لاف اورو هادو هما بالنسبة للناس اللي بغو يديرو يعني القرد يعني انا كنفطل الواحد يدير حساباتو ويمدير فلوسو ويتهنى ما يبداش من البداية بالقرد وكل واحد حر في اختياراتو هادو من ناحية ديال تمويل عن طريق المساعدات المساعدات من نسبة الفورماتيون كيقولولك هادشي اللي غانقول من اجل كرياسون دو سوسيتي إلا ما بغيتش دوز عن طريق هاد الفورماتيون كتبشي مباشرة شامر دو ميتي وهو ما يقولولك شنو خصك تدير بالنسبة لتدير شركة محتاج الفلوس طبعا محتاج تدير واحد موديل موديل بروفيزيوني هاد موديل بروفيزيوني كيما قلت لكم يديرو لكم ان كونتابل ويدليكم معه حتى استاتيج يوريدك كتبشي موديل بروفيزيوني اللي هو على هاد الشكل يعني كتبشي الشركة مهنة لتسنين فين غتوصل شحالة تجيب لكم فلوس في هالربح في هالخسارة كتبشي تكون هاد الورقة كتنفعكم حتى من اللي تبغيوا تكريوا هاد الماحل اللي زاجونس كيبغيوا يشوفوا هادك المشروع واش مور بحول الله كتحتاج واحدة في البنكة طبعا المهم كتديرو الموديل بروفيزيونيل وستاتيج يوريدك احطوها الكونتابل وهني وريوسكم من بعد كتمشيوا تقلبوا على اجونس ولمباشرة عقد الكيراء يكون عندكم باي كوميرسيال من بعد مين كتجمعة الورقة كاملين سخصكم تمشيوا البنكة تفتحوا حساب لهات الشركة اولا حساب ديركم يعني ماشي اوبليجي يكون عندكم حساب الشركة ولكن من احسن وتحطو ديبو دو كابيتال من بعد كترجع عندكم محدة سختيفيكة بللي انتم محطين فلوس في البنكة لي هاد المشروع مي كتجمو هاد شي كلو خصكم ديرو اينا نونس ليجال اللي كتديرو فيها اسم الشركة والكابيتال ديالكم الادرس والنوع النشاط التجاري وامتا غادي سبداو المشروع ديالكم هادو بالنسبة الاجراءات الادارية الاجراءات الاخرة متتعتمد على حسب نشاط التجاري وشنو هما الاهداف ديال كل شخص تختلف من شخص لشخص ومشخصية ديال كل واحد فينا وشنو باغي يدير كنشوفو قد علاقة جيبنا علاقة طموحاتنا عندكم ديال الباركة كتدير في راسك انا غادي نشتو حد المحل غنكريه بعدها غامش نشوف لازاجونس غادي نخلص الكراه غادي نخلص تصباق واحد شهرين غادي نخلص لازنو غادي هادك الاجونس بالدرور كيبغيو واحد عشرا في المياه ولم عابش حل كل عاجونس كيف عاش كتتتعامل غنخلص الكونتاب اللي غادي اهز اللي احماقي ديال بعد ديال الاداري ديال الساتيجي غيديك على ديال business plan كل شي غادي تشوف الكونتابل واش غا تخلصو الكونتابل كتختلف عو تاني الكونتابل كتشوفو تشوفوا واش غادي تشوفو مرة وحدا غادي ديالليك مثلا ديالوراق الولانية ماتعوش تشوفو او لا تتخدم معه دائما لا تتخدم معه دائما لا تتخلصه في الأول كل شهرة تتخلصه 100 أورو تتخلص في حساباتك تتخلص الضو تتخلص الغاز تتخلص سيرونس تتخدم بوحدك او لا تتجيب حدي عاونك مثلا مطعم تحتاج اللي عاونك هادو كلهم تقيدوهم وتديروا في بالكم واحد الفلوس يكون عندكم مسبقا في حالة إذا الشركة في البداية ما غديش تربح منها يعني غدي تدير واحد تخيزوغوغي لما تقيسهاش بس باش تتخرج من جيبك باش تخلص هاد الشارج اللي كيكون عندك كل أشهر ديال الكراء ديال الصالغية ديال الضو ديال السيرونس يعني عندكم بزاف المصاريف دونك خيزوغوغي ديال سيمو عالاقل إلا ما قلناش سانه وهاتش يختلف من نشاط إلى نشاط تجاري هاتش كله مخصوش يخلقكم بالعكس اللي بدأ يتوكل على الله ويستاخر ربي سبحانه وتعالى ويبدأ وما يقولش هادو كل اللي يقبل مني اللي ينجحو اللي يتوكله على ربي العالمين ويمكنك تعمل شركة ديالك حتى لما كانش عندك مبلغ كبير يمكنك تبدأ بألف أورو كيفاش اه يمكنك تبدأ اللي يمكنك تديرو الإي كوميرس اللي كل شي رجع كي عملو كاتمشي الأوبير فيلي كتجيب السلعة وتبيع وتشري ما عليك غير أنه يكون عندك سيت اه 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 اون لين او تدير اه مثل انستجرام تيك توك كل شي رجع كي بيع ويشري اه عن طريق المواقع والتواصل اجتماعي اه او نكلك قاعد تزيدو حتى المارشي باش ديال مارشي خصك الكارت اون بيلون كالليك تعملها ملي كتكون عندك الستاتي اوتو انتربرنور مبعد كاتمشي الاميري كاتخروج لك الكارت تهي كل شي لازيتاب بسي اون لين او اولاكي ممكن لكم تمشيو شامر دو ميتيه بالنسبة الناس اللي قاو اللي دي فكولتي خصوصا الناس اللي معدو مش الوراق بلما كاقوش كيفاش يعني بسر الناس قاو مشاكل باش يدفعو طلب بار انترنت ميم كلكم تمشيو اون ميكرو انتربرنور او تخدمو في المارشي المارشي كتتاخدو البلاسة ديالكم يعني تمشيو الصبح بكري تشريو البلاسة او لا تشوفو على ميغي ديال مكان اللي غادي تخدمو فيه في المارشي كبائع متجوويل وهذا ما كيحتش رص المال كبير يكلكم تشريو السلعة من مثلا من اوبيرفيلية تقدو وتعاودو في يوم البيع وربي رزقكم الكل الخير والتيسير كيبقى اوتو انتربرنور هو الحل الانسب بلشي واحد عاد غا يبدأ وكيبقى المبلغ قليل وما فيهاش المصاريف ما فيهاش الريسك بحال انك تبدأ وتاخد محل وتبدأ في كل حالتين واحد يتوكل على الله وما يسمعش الناس اللي هما سيلبيين ويقول غادي نوصل انا اللي وصلو قبل مني ماشي حسن مني تبدأو اوتو انتربرنور تتمشيو الفرانس تقفى سيرو شامبه شامبه ميتي جيبوا المعلومات اضغوات اي اغوش وتوكلوا على الله هنا يكون سالية الفيديو ديالي تنتمنى انه يكون مفيد غادي عارفة انه مختصر غندير فيديو اخر غامقه بشوية بشوية وكل حاجون هدروع لها بتفاصيل اللي تكون مفيدة مشي موميلة خليتكم على راحة البال في امان الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة